من الافضل في التحولات? نبيل كوكا ولا مروان عطية? انه يعمل لك التحولات بالنسبة والكورة في رجلك بشكل اسرع وبشكل سليم. من وجهة نظرك ان احنا بتدينا نشوف كوكا اهو. كولر بيعتمد عليه بشكل اساسي. بيقعد مروان. انا شايف ان مروان العبكوس قوي قوي. ولكن انا مقتنع بكوكا يعني شايفه ستة نموزاجي. نموزاجي للناجي الاهلي. اه ومع استمرارية اللعب الولاد ده يروح حتى كويسة جدا. نادي الاهلي مفتقد راس حربة. تسعة. بتاعات زمين. بتاعات عمد. تسعة عمد متى. تسعة عمد. ده انا وجهة نظري نادي الاهلي مفتقدها. تسعة عمد. تسعة اللي هي. اه. اللي هي ايه لو جالي تلاتة في منهم اتنين. مش منهم واحدة. طب ما كان موجود شريف. مش تسعة. بس كان بيعمل لك دي. بيعملها بس شريف انا بشوفه اقوى في طرف. مش انا يعني بشوف شريفه على طرف مرعب. وبرضو خلي بالك اتأثر نفسيا في وقت من الوقات. برضو شريف. وده اللي اصل عليه انه هو. تخص قرار رحيل. مش هو خلي بالك حالته ما كانتش اللطيفة قوي. يعني انا بحس العيد يعني فيه العيد يبقى. يعني امام عشور لما دخل امام عنده اصل شخصيته يعني بيكبر دماغه. بس هو فايب. اشتركوا في القناة.